هل في أي تنسيق كان بينكم وبين أي جهة رسمية أو حتى غير رسمية علشان المبادرة تبدأ تشتغل وتقوم وتستمر؟ حتى الجهات الرسمية برضو كانت بالعلاقات الكويسة. أن إدارة فلانية عايزة نعمل قرص تأهيل للمشرفات بتاع الحضانات. مشرفات الدور الرعاية بتاعتهم. كنا بالروح نعمل لهم ده طبعا مجانا. فهم كانوا مستفيدين بالموضوع ده. ونحن كمان كنا مستفيدين أننا علاقات كويسة بالناس والناس كانت قابلة ده. حتى المشرفين لما خرجوا من الكورس كانوا مبسوطين جدا أننا عرفنا إزا نأهيلهم. إزا يتعاملوا مع الطفل. إزا يتعاملوا مع الشاب. إزا يتعاملوا مع مرحلة المراهقة. إزا يتعاملوا بشكل عام في المرحلة بتاعتهم مع كل واحد. كل المبادرة من أولها لآخرها. ومن أول يوم بدأتوا في المبادرة. بتتعاملوا مع الشباب فقط لغير. ولا ممكن تتعاملوا مع أسرة. وممكن تتعاملوا مع شخص سنه كبير. يعني أنتوا توجهكم الأول والأخير للشباب فقط؟ تمالي بنحاب أن نوصل لهم أنتوا عصب المجتمع. فكل أسرة فيها شاب. فإحنا قدرنا نقوم كل شاب بجواء الأسرة. هو كمان هيقوم الأسرة بتاعتهم. يعني تمالي حتى في الندوات اللي كنا بنعملها. كنا نقول لهم كده. أنتوا لازم تحافظوا على الأسرة بتاعتكم. لازم تحافظوا على المجتمع. تحافظوا على المنطقة التي عايشين فيها. لما تحسوا أن هناك أي تحركات غريبة. هتبلغوا. تبلغوا الجهات الأمنية. تبلغوا نحن نتواصل. فكرة كمان أنت طول الوقت عامل حاملة توعية للشباب. الأسرة. إحنا كمان عملنا كورسات للأسرة. بشكل عام. إزاي يتعاملوا مع الشباب في مراحلة المراهقة. إزاي يتعاملوا مع الأطفال. عشان يطلعوا طفل سوي أو يطلعوا شاب سوي. لكن شغلنا كله. حتى يتقدم لنا حد كبير في السن. لعلينا وعرصنا طبعا. لأن الفكرة كلها أنه يجب أن يكون فعون صور الخبرة والشباب. ونظام ملتحة في الأول خالص. هو الملهم لنا في الموضوع كله. كان المهندس أحمد أبو سريع. هو قدر إزاي يجمعنا. وهو كان صاحب الذي نتفرق عن بعض. لأجمع بعض تاني. ونزوله يشتغل. وأنتو لو عايزين مني حاجة. أنا سأقدر أساعد معكم. فصراحة الفضل يرجع له في الأول الآخر. أنه قدر فعن يجمع المجموعة دي. ونزلنا لحد النهاردة شغالين. بنحس أنه كل الشباب والأسر الموجودة في المجتمع. بيحسوا طول الوقت أنه أنا ما عندي مشاكل خالص مع أي مبادرة. بتحصل. بالعكس كلنا بنشجع المبادرات اللي زي دي. لكن بنحب قوي نحس بصداها أو مرددها علينا وعلى المجتمع. هل مثلا في أي مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر. كان الشباب بعد ما أخذوا المبادرة. أو بعد ما أخذوا كورس من كورسات المبادرة. دخلوا بدأوا عملوا مشاريع. أخذوا كارد أعملوا. اشتغلوا فيه وظيفة معينة. موضوع الكروض ده موضوع كبير. والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. بتبقى مطلوبة طول الوقت من الشباب. حصل حاجة زي كده كإنجاز من إنجازات المبادرة. بص حذرك احنا في 2019 في 2020 كنا وقفنا. فاحنا في 2021. فالموضوع كله أننا ما قادرنا نعمل كل هذا بسرعة. لكن اللي قدنا نعمله. احنا عملنا مجموعة شباب. يقدروا يقفوا على رجليهم. ويقدروا ينفذوا ده قدام. حتة الكروض والكلام ده كله. ما عملناهاش الصراحة لسه. لأن ما عندناش يقوم بيها. نزي ما قلت حذرك. نحن نحن نحب أن كل واحد يكون في تخصصه. كل واحد يكون عارف بيعمل إيه. وليس كل واحد يعمل أي حاجة. عشان نقدر ننجح الموضوع. فنحن نمشي خطوة خطوة. خطوة أهل الشباب لسوق العمل. بعد ذلك خطوة نقول للشباب أنتم المجتمع. ولازم تحافظوا عليه. بلاش أنتم تنساقوا حوالين الإشاعات على الميديا. أنتم خليكم تدهر. خليكم تدهر السندة بتاع المجتمع. وتحافظوا عليه. هذا اللي بنشتغل على الليل الفترة دي